السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم على خطيف هذا الفيديو وهذا الفيديو سوف نتكلم على الأوراق الرابحة للمنتخب المغربي في المقابلة المحتملة أمام المنتخب السينيغال لأن هذه المقابلة محتملة الآن الكواديث بدأت كتدر على هذا المقابلة بين المنتخب المغربي والمنتخب السينيغالي المنتخب السينيغال بطل إفريقيا آخر كأس إفريقيا هو اللي فاذ بها وكذلك سأهل الدور الثاني تكأس العالم 2022 في قطر وكانت تقصى على حساب المنتخب الإنجليزي بثلاث إصابات مقابل لا شيء بقيادة المدرب السينيغالي اللي عمل مسيرة كبيرة مع المنتخب السينيغالي والكورة السينيغالية تتمر مع الأوقات جميع الفئة تفوز بالكؤوس الإفريقية إلى الكورة السينيغالية هذا الوقت كما أقول هذا الوقت ولكن جاء وحد الوقت للمنتخب الكبار المغربية لنصف النهائي للمنذيغال لما قدرت السينيغال فهذا الفيديو عن سعة سولة 5 أورق ربيحة المنتخب المغربية تقدر تكون على مقاعد لإحتياط المقابلة وتقدر تدخل وتبدل نتيجة المقابلة أو تبدل أحداث المقابلة وتبدل كل شيء أول واحد لشادي رياض لعب بارسلون الإسباني عنده 19 سنة أغلبية لعب فريق الردي ولكن ممكن ممكن نرى العمل اللي ماجي في أوساسونة الإسباني لأنه بعد الكلام كما تقول أنا أنا أغلبية جريبة وأهم أنه يلعب الكورا لأن شادي رياض لبارسل كان يلعب مع الفريق الكبير كان ضد أوساسونة إذا لا يمكن شادي رياض نرى فريق آخر عبد الحميد الصابير نجدها في سندوريا الإيطالي والمتأكد منه أنه في فيرونتين إيطالي في الموسم اللي ماجي نرى فريق فيرونتين عبد الحميد الصابير مخيلة البودلة التي كانت في المنظير كان بادلة كما أقول الناجح صراحة قدم كل شيء في كأس العالم اللي يفت لاعب صراحة هاي لعب الحميد الصغير من لاعبين المزيان في منتخب الوطني المغربي إذا لا تلعب في الدولة الإيطالية وتعالك تكوين ألماني في جرد القيصر صعب جدا أنك تتكوين ألماني وتعالك تكوين ألماني وتعالك تكوين ألماني وتعالك دولة إيطالية إذا بيلا الخنوس لاعب البودلة البرجيجية عنه 18 سنة كذلك من الأورق الرابحة للمنتخب الوطني المغربي حسنا خاصة في لقاء البرازيل قام بوحد لقاء كبير صراحة بيلا الخنوس لاعب لباقي صغير عبدويت 18 سنة بيلا الخنوس من المواهب الكبيرة عند المنتخب الوطني المغربي اللي كانت بطلاء البرجيجية لاعبها إلدو مواهبة كبيرة صراحة بيلا الخنوس ومشون الورقة الرابحة الأخرى لسوفيان الراحيم لعب العالم الإماراتي خريج البطولة الوطنية اللي فقط تنرق لك السدعة كفترابوس الأول شوتنبر والكفترابوس الأخيرة ما السدعاش لا فترابوس ديال المنديان ولا فترابوس ديال المارس ولكن ممكن نرى العودة دياله فهد المقابلة ديال الصينغال اللي كانت بقاء مقابلة محتملة وكيحتيمار كبير كبير أنه نعمع المنتخب القوي اللي هو المنتخب الصينغالي وحتى سوفيان الراحيم عندما يجيب المنتخب المغربي ونحن نقلنا لعب بزاف مع المدرب واحد خليلوش وأنا كعبت الصامة الزلزي لواحد وعشرين سنة كذلك اللعب اللي قام بليغة مزيانة صراحة هذا العام ولكن في المنتخب الوطني المغربي باقي ما قد دمرك شيء منتظر من نشنا في كأس العالم باقي ما بنش بدك المستوى العالي وخاصة اللي لعبه أساسي باقي الزلزولي باقي الزلزولي ما بنش بدك المستوى اللي قنت منه وحنا الزلزولي لانه يكون في المنتخب ولكن عنده هامش كبير لانه هامش تتطور فقط عنده واحد وعشرين سنة اذا عنده عند الوقت الكافي الزلزولي انه يتطور باقي له بالسفد موسيقى موسيقى